صبر معايا ورجعنا لكم بعد الفاصل ومنورنا في الستوديو سيدة الأعمال ومساوكة الأونلاين الجميلة نجلة حفظ أهلاً يا نجلة أغبارك الحمد لله تعمل أنا مبسوطة بيكي وبحب النمازج الستات النجحة القوية اللي بتعتمد على نفسها اللي عايزة تجيب مصدر دخل مش مصدر دخل بس لا دي بتكبر الفكرة اللي بتعملها مش مجرد مساوكة أونلاين بس لا أنت كبرتي شغلك يعني ما شاء الله عندك البيتش بتاعتك من أنجح الصفحات اللي شفتها فأنا بجد بحييكي ومبسوطة جدا النموذج مرأة قوية موجودة معايا النهار ده في الحال أهلاً بيك يا نجلة أهلاً بيك يا هلل زيك طبعاً نجاحي بيكو ربنا يخليك حالك يعني التبب الأولين طبعاً الفضل يرجع طبعاً لربنا ثم طبعاً بقى أصحابي وأصدقائي اللي هما من البداية أصلاً سبب تشجيعي وسبب أن هما دايماً ورايا وفنديني كده نجلة قوليلي طبيعة شغلك إيه طبيعة شغلي أنا بشتغل أونلاين بسوق منتجات تمام عن طريق جروب مش عاملة ليه بيج كبيرة يعني أو ما بعملش ليه إعلانات الحاجات دي يعني ليه محتفظة يعني بالجروب لأن أنا عايزة أبيع بجد ومصدقية ما يبقاش صفحة وخلاص يعني لأ أنا عايزة أشتغل والناس تبقى واسقة واخد غالي في المنتجات دي ومن صحبة المنتجات يعني مش مش فكرة أن أنا أبقى مشهورة أو معروفة وخلاص يعني مش بزيادة عدد طيب نجلة لو حد لو واحدة عايزة تشتغل أونلاين وتكسب زيك تعمل إيه أولا طبعا أي حاجة في الدنيا الواحد لازم يبدأ تسلم خطوة خطوة واحدة واحدة تعمل إيه تبدأ بحاجة صغيرة تمام طبعا ما تشتريش حاجة وكمية تمام لا تبدأ بحاجة صغيرة وما تكونش غالية وتبدأ تعرضها وما تحطش مكتب كبير علشان برضو الحاجة تتلب منها تدور على الأماكن بقى اللي فيها فعلا حاجات أسعارها كويسة فعلا جملة وأهم من ده كله في حاجات تنتجها كمان بقديها يعني تشوفها بعنيها علشان ما يحصلش المشاكل بتاعة الأونلاين اللي هي أن الحاجة غير الصورة وكلام ده طيب نجلق ناس كتير اشتغلت زيك بس ما كملتش وبصامرتش عملت إيه للاستمرار بس هو الموضوع محتاج تولي بال شخصية يعني لازم أنت كشخصية لازم يبقى عندك الكاركتر دوت أن أنت تحمولة يعني تقدري تتحملي الشغل هو ليه متاعب يعني زي ما ليه مميزات طبعا ليه عيوب من عيوبه أنه لازم تبقي أولا صبورة جدا لازم تعرفي تتعاملي مع الجمهور أنت هتبدأ تتعاملي مع الجمهور فلازم تعرفي تتعاملي مع كل الجمهور لأن الناس مزيدة بعدها وتقدري تعرفي كل واحد محتاج إيه وتوفره له لو تحت إيديكي بس طبعا الاحترام الالتزام أن أنا أكون أمينة طبعا في الحاجة اللي بعرضها ديت ما يكونش صور وخلاص يعني لازم أكون متأكدة فعلا أن الحاجة ديت زي ما هي على الطبيعة زي ما أنا منزلة صورتها بالضبط متأكدة منها طب إنك لا أنا كعميل وعايز أشتري إيولاين إزاي أضمن جودة المنتج؟ عندي بتبقى كويرس أولا أنا بخش أي صفحة الصفحة كتير جدا طبعا والناس كتير جدا بيشتغل موضوع بشوف الريفيوهات تعليقات الناس على المنتجات مثلا عموما دي أول حاجة ممكن تديني الأمان شوية تاني حاجة وأنا بطلب الأوردر من صحبة الجروب أو الصفحة عموما بسألها الأسئلة اللي تديني الأمان يعني نفترض مثلا أن الحاجة ما عجبتنيش إيه الوضع؟ ممكن أبدلها أو حاجة؟ أه أخد بالك بشوف ردها إيه؟ والله لو تمام أوكي ما فيش مشاكل إن الحاجة لو يعني دي مش قضية يعني مش مشكلة الثيلر مش مشكلة الجروب لا دي حاجة بقى بتشخصية الناس لأن الناس طبعا بتختلف أزواقها طيب نجلة عرفينا إيه مشاكل أونلاين؟ مشاكل الأونلاين إن طبعا ساعات الحمد لله أنا ما بيحصلش عندي كتير يعني الحمد لله يعني الحمد لله لأن أنا مكننة يعني يعني مش 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 فتحة قوي العام واخد بالك علشان ما تعرضش للمشاكل دي بس ساعات كده مثلا عميلة بيترفض الاستلام من قبل ما تشوف الأوردر أصلا يعني طيب بيه رجلت كلمها إحنا عايزين المشاكل الاثنين للصفحة وللعميل المشاكل اللي السيلر بتستقبلها من العملة ممكن زي ما قلت لك أول مشكلة إن هي مثلا العميلة بترفض الاستلام الأوردر من غير ما تشوفه أصلا لغت مع نفسها يعني طبعا دوة يعني أزل للسيلر هي ما زنبهاش حاجة هي طلبت لك الحاجة مخصوص وجايبها لك بمقاساتك بستايلك باللون اللي انت حباه فهي ملهز ذنب إن هي طبعا تتحمل أن أنت مش عايزة الحاجة دي تاني حاجة طبعا ممكن تتعايز بعد ما تستلم بتبوز الحاجة يعني ممكن تعمل فيها دي فوق تعمل فيها دي فوق وترجع تقول لك ده فيه دي فوق وانت بيتأكد أنه هو فيش دي فوق انت رغم كل المشاكل دي ليه اخترتي التسويق أونلاين مع أن فيه أعلانات وجرائد وحاجات كتير يعني بسي أنا حب الموضوع جدا يعني أنا مبدئيا يعني لازم الإنسان عشان يشتغل حاجة أو يبدأ فيها أو يعملها لازم يكون أصلا بيحبها طيب الأونلاين عموما أو الشغل بيأثر على بيتك حياتك ولادك؟ والله فيه أوقات معينة المواسم يعني مش في كل أوقات فيه أوقات بيبقى فيها ضغط شغل زي مثلا رمضان المدارس أخد بالك زي السوق كله في العموما يعني في التسويق عموما في العام طب نجلة هل شغل الأونلاين مريح ولا متعب؟ هو مريح ومتعب أي بقى يعني لازم بتقول أنت قاعدة في البيت ما آه بس ما أنت بتتعبي بقى واخد بالك من المشاكل بتاعته بس طبعا كشغلانة طبعا هي حلوة جدا واخد بالك أنت قاعدة في البيت ما بتخرجيش دي من المميزات الأونلاين أنت ما بتخرجيش ما بتروحيش طيب إزاي جات لك الفكرة؟ إزاي جات لي الفكرة؟ ترجمة نانسي قنقر